السلام عليكم. اهلا بكم في حلقة جديدة من بردامكم عشاء السيارات. حلقة النهاردة هيكون فيها مفاجأة هامة جدا لكل عشاء السيارات في مصر. بس قبل ما نقول مفاجأتنا خلونا نكون متفقين ان اصعب تلك قرارات مصرية. ممكن تخدهم في حياتك بيكونوا بالترتيب كالادي. اول حاجة اختيار سكن اختيار زوجة واكيد اختيار سيارة. في كل قرار من دول بيبقى عندك اكتر من اختيار واكيد بتتمنى وبتحلم ان انت تجرب كل اختيار منهم قبل ما تاخد اقرار النهائي. علشان يبقى القرار بتاعك سليم. الا ان ده في الحقيقة بيكون صعب جدا. يعني تخيل مثلا ان انت محتار ما بين حبيبتك في الكلية وما بين زميلتك في الشغل وما بين منار بنت خالتك عشان ترضو امك. اكيد بتحلم وبتتمنى ان انت تجرب كل اختيار من دول قبل ما تاخد القرار النهائي. الا ان ده طبعا شبه مستحيل الا في احلامك فقط. النهاردة بازن لا حقق لك حلمك. اكيد مش في بنت خالتك يعني. لا في السيارة. النهاردة بازن الله ومن خلال معرض اسمه الدي اكس لايف درايف اكسبو. المعرض ده فكرة جديدة جدا وجمدة جدا. الفكرة دي نتجت عن شراكة ما بين اتنين من عملقة سوق السيارات في مصر. الاستاذ خالد ابازة الصحفي الاستورة في مجال السيارات وكمان استاذ ايمن حرفوش. نجم فرد السابق في مصر. الاتنين قدموا لنا فكرة جميلة جدا. الفكرة دي بتقول ان انت من خلال معرض لايف درايف اكسبو او الدي اكس. من خلال المعرض ده هتقدر ان انت تجرب تلات سيارات. انت مختارهم ومحتار ما بينهم. تقدر ان انت تجربهم لايف. تقدر ان انت تطلع بهم على التراك في نفس الوقت. وتجرب كل واحدة فيهم. بحيس ان انت تقدر تاخد قرار سليم بشراء السيارة. طبعا في مصر اغلب الوكلة ما بتسمح لكش ان انت تجرب العربية او ما بتسمح لكش بتستدرايف للسيارة. وحتى لو ده حصل. فكمان بيبقى فيه فترة زمنية ما بين التجربة والتانية. واكيد ما بتختبرش السيارة في نفس الظروف. فبالتالي القرار بتاعك برضو مش بيكون قوي اوي. بالنسبة بقى للمعرض ده هتكون الميزة كالاتي. ان انت هتبدأ ان انت تجرب التلات سيارات على نفس التراك وفي نفس الوقت بحيس ان انت يبقى عندك كاملة للتلات سيارات. فتقدر ان انت تاخد قرار سليم جدا. وقرار حكيم. طبعا الفكرة جميلة وده بتكون ناتج لما اا يمسك التسويق ناس خبرة في المجال وناس كمان بيكونهم بيعشاقوا السيارات قبل ما يكون النسبة لهم الموضوع شغل. فلزلك انا بحييهم وبدعمهم جدا في التجربة الجميلة اللي بتمنى انها تتكرر فترة جاية. طيب فرضنا ان انت كمان جربت التلات عربيات واخترت عربية منهم وكان للأسف مش معاك تكمل التمويل بتاعها. بيوفروا لك برضو في نفس المكان مندوبين من اكتر من بنك بيبدأ ان هو يقدم لك العروض بتاعته لتمويل سيارتك الجديدة. فكرة جمدة جدا. وكمان بيكون فيه مندوبين من شركات التأمين للتأمين على سيارتك الجديدة. تخيل الاحتفالية دي كلها في مكان واحد. طبعا انت الوقت بتسألني طب هو فيه المكان شوقتين عايزين نروح. المكان هيكون في فندق تيوليب فاملي بارك. وده هيكون مكانه في القاهرة الجديدة امام البوابة اربعة وعشرين لمدينة الرحاب. هسيب لكم اكيد اللينك بتاع الموقع بتاعه في وصف الفيديو تحت الفيديو بتاعنا النهاردة. هتقول لي طيب انا عايز اروح الموعيد هتبقى. الموعيد هتكون من الخميس بدءا من الخميس ده تلاتة وعشرين سبتمبر حتى يوم الاحد القادم يوم ستة وعشرين. فالفرصة متاحة قدامك في الاربعة ايام دول. وهيكون الموعيد من اتناشر ظهرا لاثناشر مساء بتكون الموعيد فيها صباحي ومسائي. الترتيب بتاعها بيكون من اتناشر لتلاتة ومن تلاتة لستة ده صباحي. والمسائب يكون من ستة لتسعة ومن تسعة لتناشر بحيس ان انت تاخد راحتك جدا وتاخد وقتك في التجربة. وكمان هيكون في مندوبين لستاشر توكيل لان السيارات دي هتبقى جعلنا من ستاشر توكيل في مصر. هما الاكسر ما بيعنوا اكسر انتشارا. وهيبدأ ان هم كمان يقولوا لك كل المعلومات اللي انت حابب ان انت تعرفها عن السيارة او السيارات اللي انت محتر ما بينها. علشان تقدر تاخد قرار سليم. كمان الاحتفالية دي هيكون فيها اطلاق لسيارتين لاول مرة اظهرهم في السوق المصري الفترة دي. فطبعا دي كمان هتكون ميزة اكتر. وياكيد ده هيكون حاجة هتخليك اكتر محتاج وحابب ان انت تحتر الاحتفالية دي. طيب التزاكر هتكون منين? ازاي ان انت تدخل? مبدئيا التزاكر هتكون الحاجز بتاعها اونلاين من خلال موقع اسمه برضو هسيب لك الرابط بتاعه تحت الفيديو. وهنا التزاكر بتكون الفترة الصباحية سعر التزاكره متين جنيه بتقدر ان انت تجرب بهم تلات عربيات والفترة المسائية بتكون متين وخمسين جنيه. طيب بالنسبة بقى لمشتركين قناتنا اكيد لازم يبقى لهم بقى يعني وضع لوحدهم يعني. فلذلك ومن خلال تنفيزك للطلابات الزغيرة قوي اللي هتطلبها منك دلوقتي. هتحصل على تزكرة مجانية من عشرين تزكرة مخصصين فقط لعشاق السيارات مع عصام غنين. مبدئيا هتشترك في قناتنا هنا على اليوتيوب. تاني حاجة اكيد هتدوس اعجاب على الفيديو. تالت حاجة كل المطلوب منك ان انت تشار الفيديو ده تلات مرات بس. ان كل ده اللي محتاجه منك ان انت تشاره في تلات اماكن مختلفة. بس مش اكتر من كده. واكيد هتتابع حسابي على الانستجرام بحيس ان انا بازن الله هكون معكم في الاحتفالية. وهبدأ ان انا انزل صوري معكم ان شاء الله. وصور للسيارات الموجودة والاختبارات هتكون على الانستجرام على حساب الانستجرام برضو هتلاقي الرابط بتاع تحت الفيديو باسم عصام غنين بالعربي ممكن ان تتابعوني من خلاله. كمان هسيب لكم الرابط بتاع الاحتفالية نفسها ان انتم تدخلهم تعملولهم تابعة علشان تقدروا ان انتم تشوفوا الاماكن وكمان تحجزوا الموعيد وتعرفوا كل التفاصيل وتعرفوا مين هم الستاشر شركة الموجودين او المشاركين في الاحتفالية دي. كل ده هيكون في الرابط اللي موجود تحت الفيديو الخاص بالاحتفالية. ممكن انتم تعملولهم طبعا واعجاب كمان. بكنا هم الطلبات البسيطة اوي دي. من خلالها هتبدأ ان انت تقابلني ان شاء الله يوم الخميس هكون معكم اللي هو اول يوم في الاحتفالية. بازن الله هكون معكم من الساعة اتنين لتلاتة بعد طبعا الاحتفال بتاع ميديا السيارات او بعد ما الناس اللي هم زينا اللي هم ميديا السيارات بعد ما يجربوا العربيات. هكون معكم ان شاء الله من الساعة اتنين لتلاتة. هسلمكم التذاكر بنفسي. هنتصور مع بعض. وبرضو اكيد هجاوبكم على اهم استفسارات. واكيد هحاول ان انا ساعدكم في اختيار السيارة المناسبة. اكيد فكرة جميلة جدا. بحيي استاذ خالد ابوزة. بحييي استاذ ايمان حرفوش. بحييي كل الشركات المشتركة. وكل الناس الداعمين للفكرة دي. واتمنى انها تكرر كتير الفترة الجاية وانا بدعمها شخصيا لان من حق اي حد ان هو يجرب العربية بتاعته قبل ما يشتريها قبل ما اقتنيها. وما ياخدهاش كده عمياني ولا ياخدها زي الجواز كده بطيخة مقفولة. ده ان شاء الله هيقدر ان هو هيجرب من خيات التجربة دي بتمنيره من نجاح. اشوفكم باسن الله على خير في افكار جاية كتير وحلقات جاية اكتر و السلام عليكم.